يكاد لا يخلو حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موضوع تجاوزات إيران والعقوبات عليها عقوبات تحاول فرنسا الالتفاف عليها لتعزيز صفقاتها التجارية مع إيران ولهذا الغرض تعتزم باريس تقديم قروض لتجار إيرانيين باليورو لشراء المنتجات والخدمات الفرنسية ومن المفترض أن تبلغ هذه الصفقات مليار ونصف المليار يورو الإجراءات الفرنسية قد لا تدخل ضمن نطاق العقوبات الأمريكية لكنها في المقابل قد تمهد لشد حبال دبلوماسي بين باريس وواشنطن للمزيد حول هذا الموضوع معنا من باريس مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط ميشيل أبو نجم ومن واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق لينكلن بلونفيلد أهلا وسلام بكم ضيفي الكريمين أبدأ من سيد ميشيل أبو نجم حقيقة أنت تتابع هذه الصفقات هذه المبالغ والقروض التي تعتزم بنوك فرنسية تقديمها لمشترين وإيرانيين هل تخرق هنا باريس العقوبات الأمريكية؟ أم هناك التفاف ناجح حول هذه العقوبات برأيك؟ نعم بداية علينا أن نعرض هذا الموضوع في الأساس ما هو هذا الأساس؟ الأساس أن باريس راغبة جدا في تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو موقع الشركات الفرنسية التي كانت في إيران قبل العقوبات الدولية التي فرضت على هذا البلد قوة هذا السوق الإيرانية 80 مليون مواطن فضلا عن ما تختزنه الأراضي الإيرانية من نفط وغاز وخلاف ذلك ثم علينا أن نذكر أيضا أن هناك الحاجات الإيرانية الكثيرة في كثير من المجالات كان الطيران، النقل، البطاقة، الاتصالات إذن هناك حاجات كبرى في إيران وتعتبر فرنسا أن شركاتها مؤهلة لأن تكون حصة مرموقة في السوق الإيراني هذا من حيث المعطى من جانب آخر تجد فرنسا نفسها بين حدين الحد الأول هو العقوبات الأمريكية ورغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في تشديد عقوبات على إيران ومد هذه العقوبات وربما الرجوع عن تجميد العقوبات المفروضة خصوصا على القطاع النفطي ومن جهة ثانية بين رغبة باريس في أن يكون لهذه السوق الإيرانية دور لفرنسا فيها بما يساهم ذلك في نمو الاقتصاد الفرنسي إيجاد فرص للعمال الفرنسيين وتوفير فرص أيضا للشركات الفرنسية العاملة في هذه السوق إذن التجربة بيّنت أن لعبة التوازن بالغت الضقة لماذا؟ ليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية ولكن أيضا لأن هنا الاقتصاد يلتقي بالسياسة لا بل يمتزج بها وبالتالي فإن الجدل حول التفاق النووي الإيراني ورغبة الرئيس الأمريكي بالخروج منه أو معاودة التفاوض بشأنه ثم الملف الصاروخي الباليستي وملف السياسة الإيرانية الأقليمية كل ذلك يتداخل مع المعطيات الاقتصادية التي لم يعد بالمقدور فصلها عن الجوانب السياسية الأمر الذي يجعل فرنسا في وضع حرج لأنها لا تريد أن تغضب أمريكا من جهة لأن أمريكا حليف كبير في الحلف الأطلسي الدولة الكبرى في العالم العلاقات الفرنسية الأمريكية الجميع يعرف ذلك ولا تريد أن تحرم الشركات الفرنسية من كعكة الاقتصاد الإيراني إذن ما الذي تفعله باريس؟ باريس تلعب على الحبلين لو جزء التعبير هي تداري أمريكا من جهة الاقتراب منها في خصوص الملف الصاروخي والملف السياسة الإيرانية الأقليمية ومن جهة أخرى تحاول أن تبتعد قدر الإمكان عن إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية في حال عمدت أمريكا لاحقا إلى مد تشريعاتها التي تطبق خارج الأراضي الأمريكية على الشركات الفرنسية وهنا نذكر مثلا أن أحد أهم البنوك الفرنسية بنك بين بي باري با غرم بحوالي 9 مليارات دولار لأنه استخدم مع إيران ومع دول أخرى لا تريد أمريكا التعاطي معها استخدم العملة الأمريكية وهنا يتعين أن نقول أيضا بالنسبة للمشاهدين أن القانون الأمريكي يسمح يسمح لوزارة التجارة الأمريكية لوزارة العدل الأمريكية بملاحقة أي شركة لا تستخدم فقط الدولار وانتهي بسرعة وإنما مثلا أن يكون من بين عمالها أمريكيون أو يكون أقرباء لهذا العامل في إيران أو يعملون مع إيران إذن الأمور بالغة التعقيد وفرنسا كأنها تمشي على بيض وهي تريد أن تجمع بين مصالحها من جهة مصالح اتصادية من جهة ومصالحها السياسية من جهة أخرى وأنتهي بالقول أن وزير الخارجية الفرنسي سيكون في طهران في الخامس من مارس القادم وهو يريد التحضير لزيارة لاحقة للرئيس الفرنسي لكن الأحداث التي تتعرف إيران إن كان على صعيد حقوق الإنسان والمظاهرات التي نازلت هناك أو كان التصعيد بين إيران وفرنسا بخصوص الانتقادات الفرنسية للباليستي والسياسة الأقليمية الإيرانية كل ذلك يجعل هذه العلقات فعلا بالغة التعقيد بالغة التعقيد سيد بلونفيلد استمعت لضيفي سيد ميشيل أبو نجم يقول بأن باريس تسير على الحبلين من جهة مع إيران ومن جهة مع الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الصفقات التجارية التي تعقد مع إيران أو رجال أعمال إيرانيين؟ هل تبدو منزعجة من ذلك؟ قبل كل شيء مساء الخير ودعني فقط أقول بأن زميلي في باريس أعتقد بأنه أعطى تحليلا رائعا جدا هناك نقطتان ربما أضيفهما إلى مقالة أنا لا أعرف هل هو أعطى مثلا مصداقية كثيرة لفرنسا بسبب مبادئها وديبلوماسيتها بكلمة أخرى فرنسا لا تقلق بشأن حقوق الإنسان وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والتهديد النووي لأن الأمريكان طبعا قلقون ولكن لفرنسا رأيها الخاص وفرنسا كانت قوية كحليف للولايات المتحدة ونحن لنا نفس المبادئ إذن أنا هنا أثمن دور فرنسا لأن لديها مبادئها في العالم وهم رأوا أن إيران قد خلقت برنامجا نوويا هدد الدول العربية وأيضا هدد طبعا بتسارع السباق النووي في الشرق الأوسط وحتى لا يكون هناك طبعا رد عسكري هناك فإذن هذا الاتفاق قد جنبنا من أن يكون هناك نزاع مسلح في المنطقة ولكن في الوقت ذاته الرئيس أوباما قد أظهر أمله في الأمم المتحدة بأن إيران أيضا ستظهر احتراما للمصالح الأمريكية ولمصالح حلفائها ولم يفعلوا ذلك ما رأيناه بالعكس هو طبعا زعزعت الاستقرار وقتل المئات من الآلاف من السوريين وتفجير المدن وأزمة اللاجئين وزعزعوا استقرار ولديهم ميليشيات شيعية في العراق وطبعا هي ليست مرتبطة بالحكومة العراقية وهذا طبعا يزعزع العراق كما أنهم حاولوا أن يخلقوا طبعا هلالا طائفيا من إيران إلى البحر المتوسط وهذا تهديد بكل تأكيد وأيضا طبعا اعتقال وقتل قد قتلوا خمسين سخصا في الاحتجاجات في المئة وأربعين مدينة التي رأيناها في الأسابيع الماضية وكل هذا يشير إلى أن فرنسا يجب أن يكون لها رأيها في هذه المسائل وأنا أثمن كما قلت رأيها ونحن كأمريكان طبعا نريد أن يكون لدينا علاقات اقتصادية جيدة مع ثمانين مليون إيراني أيضا ولكن ما وجدناه هو بالنظر إلى التفاصيل هو أن الاقتصاد الإيراني تسيطر عليه طبعا الهيئات الدينية وأيضا الجيش والحارس الثوري الإيراني إنهم طبعا يملكون البنوك والإعمار وأيضا العقود وغيرها إذن حين فرنسا تقوم بتلك الصفقات مع إيران فأين تذهب تلك الأرباح لمن يدفعون وقبل ساعتين هنا في واشنطن كان هناك حديث عن حزب الله وعن إيران وكيف تعمل شبكة حزب الله وكل الميليشيات في الشرق الأوسط من بيروت إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وطبعا كان هناك كما قلت بحث دقيق وما رأيناه وأين تذهب هذه الأموال هذا ما يعارضه المعارضون في إيران والذين انتفضوا إنهم يريدون بناء الطرق والمستشفيات ويعطاء الوظائف للإيرانيين ولكن في هذا الوقت الأموال تذهب إلى جهة أخرى لخلق مشروع ديني خارج إيران إذن ما أعتقد أن إدارة ترامب ما أدركته إدارة ترامب بأن إيران هي خطر لأصدقائنا في الشرق الأوسط وحلفائنا واستقرار الشرق الأوسط وخطر أيضا لفرنسا ولا أتوقع بأن واشنطن ستصبح أو يكون لديها جدل مع فرنسا فرنسا حليف وصديق وكما قال وزير الخارجية تيلرسون فإننا لا نتوقع من أن مثلا نكون ضد الصفقات الفرنسية نحن حلفاء مع فرنسا ولكن ما نريده هو طبعا إجماع مبدئي ضمن حلفائنا وخاصة بشأن الشرق الأوسط وعما نفعله لدفع إيران وعدوان إيران وللأسف إن العديد من البنوك والشركات والعديد من التجارات غير الشرعية والشبكات وغيرها التابعة للحارس الثوري تستعمل أو هذه الأماكن التي تذهب إليها الأموال إذن علينا أن يكون لدينا تشاور جيد مع فرنسا لنريد أن نضر فرنسا نحن نفهم أنهم يريدون الدبلوماسية ولكن أقول فقط لصديقي في باريس إنه حينما تتحدث مع الرئيس روحاني فإنك تتحدث مع علي خامنائي ليس هناك فارق بينهما فأسيد روحاني يتحدث بصوت خامنائي وأيضا وزير الخارجية ضريف إذن كونوا حذرين ليس هناك مثلا طرفان هناك فقط نظام بقي لحوالي 29 عاما والشعب الإيراني يرسلون إلينا رسالة يجب أن نستمع إليها كما تعلم أستاذ ميشيل أبو نجم بأن ترامب أعطى فرصة أخيرة للأوروبيين للعمل على تعديل الاتفاق النووي ما تقوم به فرنسا من صفقات تجارية مع إيران هل هذا يعطي مؤشر على أن باريس والأوروبيين من ورائها جدين في تعديل هذا الاتفاق برأيك نعم بداية علينا أن نقول شيئا ربما هذا لن يسر صديقنا في أمريكا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قامت بصفقات مع تهران وأن بيع 120 طائرة بوينغ إلى تهران ليس عملا تجاريا أوروبيا بالطبع الأوروبيون باعوا أيضا طائرة إيرباس شركة بوجو الفرنسية الصانعة للسيارات وأخرى رونو وستروان وغيرها عادت إلى إيران هناك صفقات غاز ونفط مع شركة توتال وغير ذلك ولكن ما نقوله عن فرنسا يمكن أن نقوله عن إيطاليا وعن ألمانيا وعن دول أخرى هذه نقطة أولى النقطة الثانية وأريد هنا أن أكون واضحا لو سمحت لي هو أن فرنسا في الموضع السياسي تميز بين أمرين الأمر الأول هو الاتفاق النووي الذي وقع صيف العام 2015 والذي لعبت فرنسا دورا أساسيا لجعله أكثر تشددا إذا أئران بينما كان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري مستعجلا على إبرام الاتفاق وهنا نذكر الجميع بما فيهم ضيفك من واشنطن أن الوزير الخارجية الفرنسي أجهد مسودة اتفاق لأنه رأى أن هذا الاتفاق غير كاف وأنه ليس متشددا كفايا إذن باريس ترى أن الاتفاق النووي لا يجب ألمس به لأنه إذا أعدنا التفاوض به هذا يعني أن إيران ستنسحب منه وبالتالي هذا الاتفاق سيموت وستعود منطقة الشرق الأوسط بأكملها إلى هاجس القوى النووية ويقول الفرنسيون أن هناك مشكلة نووية مع كوريا الشمالية ولا نريد مشكلة ثانية مع إيران نقطة ثانية النقطة الثالثة إلى ذلك يعتبر الفرنسيون أن سياسة إيران الباليستية الصاروخية وسياساتها الإقليمية هذا أمر مزعج تماما ويتعين أن تتم معالجة هذا الأمر إما على غرار ما حصل أي مجموعة خمسة زائد واحد وإيران بالملفين الصاروخي والباليستي والسياسة الإقليمية أو من خلال زيادة نقل ملاحق على الاتفاق النووي بحيث تكون إيران غير مهددة بسلاحها الصاروخي ليس فقط لجيرانها المباشرين أي دول خارجة العربية وإنما لأوروبا وأربما أبعد من أوروبا إذن هناك فصل تام بين الاتفاق النووي من جهة وبين الأمور المزعجة كانت الأقليمية أو السياسة الباليستية وهنا أريد أن أضيف أن الفكرة من رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وأعني بها هنا العقوبات التي كانت مفروضة من داخل الأمم المتحدة التي أيدت وصادقت على الاتفاق النووي تعتبر باريس ومعها الغربيون أن ذلك أن الانفتاع على إيران من شأن أن يدفع إيران إلى اتباع سياسة أكثر اعتدالا لأن إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية سيدفع هؤلاء القادة إلى نهج أكثر اعتدالا ولكن المشكلة أن هذا الرهان وهنا أصادق ما قاله زميلي من الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الإيراني لم يلعب هذه اللعبة لبل أنه زاد تدخلا في اليمن في الخليج في سوريا في لبنان إلى آخره الأمر الذي يدفعنا إلى التشكيك بالنوايا الإيرانية وعندما نسمع الولاية قال بالأمس أن النفوذ الإيراني سيبقى أو أحد آخر رئيس الحرس الثوري عندما يقول أن إيران لها القرار في أربع عواصم عربية بالطبع هذا لن يكون مصدر ثقة وليس هذا المطلوب من إيران من هنا أهمية التعامل بدقة مع إيران نترك الملف النووي جانبا وربما نريد تحسينه من جهة والوزير لفروف قال إنه إذا خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق فهذا يعني أنه مات وعدنا إلى المربع الأول وأن نفاود إيران على الملفات الأخرى وأن نكون حزمين وهنا أنتهي بالقول إن الرئيس الفرنسي شخصيا قال إنه لا يمانع في فرض عقوبات اقتصادية على إيران في هذين الملفين إذا لم تلتزم إيران بسياسة أكثر اعتدالا باليستيا صاروخيا وأقليميا سيد بلونفيلد تبعت ما قاله سيد ميشيل أبو نجم من فاريس الأوروبيين يبدو أنهم يعولون على التعامل مع الملف النووي على حداء بينما الحديث في الملفات الأخرى كصواريخ الباليستية حقوق الإنسان الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة على حداء آخر هل هذه الصيغة تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل تعديل الاتفاق النووي الذي يبدو أن الأوروبيين ليسوا مصرورين لتعديله حتى الساعة هذا سؤال وجيه جدا ويمكن طبعا أن أعطيه نتوقعا وطبعا ربما أكون مخطئا في هذا الرئيس ترامب والجمهوريون الذين طبعا كانوا في الحملة الانتخابية ضد الديمقراطيين في 2016 معظمهم تعهدوا بتمزيق الاتفاق النووي في أول يوم للرئاسة الرئيس ترامب لم يفعل ذلك حافظ على هذا الاتفاق وحتى حينما بعثه إلى الكونغرس وقال لهم طبعا أنتم أوصوني وأنا سأفعل لم يمزقهم مرة أخرى طبعا أعاد التصديق مرة أخرى وقال هذه المرة الأخيرة ولكن بنظر إلى المرات العديدة التي كانت لدى الرئيس ترامب في الفرص عديدة لتمزيق هذا ولكنه لم يفعل هذا ولكن هل الآن هناك مثلا مكان لإدخال تعديلات أنا تخميني بأن النظام الإيراني لن يوافق على أي تعديل لقد أنهوا الاتفاق ووقعوا عليه وأما فيما يخص الاتفاق طبعا يتعلق أيضا هناك بند مثلا بالبرنامج الصاروخي وهو إذن اللغة الآن كما قلت ليست إلزامية إنها تتحدث هناك عن البرنامج الصاروخي هناك بند كما قلت ولكن لو أنهم أطلقوا مثلا على المملكة العربية السعودية والذي حدث مؤخرا والذي أطلق من اليمن والحارس الثوري قائدهم طبعا هدد القوات الأمريكية بأنها تضرب بصواريخ هذا خطير جدا ولكن من الصحيح أيضا بأن أكثر من خمسين بالمئة من الذين قتلوا بالإعدامات في العالم يقوم بها النظام الإيراني وهم اعتقلوا أكثر من ثمانية آلاف شخص في التظاهرات الأخيرة والتي لا تزال مستمرة اليوم إذن هناك قلق بشأن حقوق الإنسان هناك قلق بشأن زعزعة الاستقرار في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وهناك كثير من الأموال التي تنفق على تلك النشاطات الخارجية التي أنا متأكد بأن الرئيس ماكرون والآخرين لا يدعمونها إذن السؤال هو هل هذه الصفقات الاقتصادية ستقدم أموالا أكثر لقوات القدس مثلا والحارس الثوري الإيراني أعتقد أنكم رأيتم طبعا وزير الخارجية لم يضع الحارس الثوري الإيراني ككل كتنظيم إرهابي بدلا من ذلك وزارة الخزانة أو الخزينة هي التي ركزت على بعض المؤسسات والتي وضعتها بأنها في خانة الإرهاب وأعتقد أن فرنسا ستوافق الولايات المتحدة الرأي حينما نرى أفرادا ومؤسسات تقوم بأنشطة غير مشروعة تجارية مثلا بيع الأسلحة والإرهاب وغيرها يجب فرض عقوبات عليهم أعتقد أن هناك مجالا بالنسبة لباريس وواشنطن حتى يعاد سياغة هذا الاتفاق ولكن يجب أن تقيم فرنسا محادثات جيدة مع الرئيس ترامب لتقول له كيف يمكن لهذه الصفقات التجارية أن لا تضيف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ولكن كما تعلم سيد بلونفيلد وما ذكره سيد ميشيل أبو نجم أنه ليست أوروبا فقط هي المعنية بالصفقات مع إيران الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عقدت صفقات على سبيل المثال لشراء طائرات بوينغ لماذا يتم تحميل مسؤولية لأوروبا بينما الولايات المتحدة الأمريكية أيضا منخلطة في هذه السياسة طبعا هذا سؤال عادل ووجيه والجواب هو أن الولايات المتحدة ينبغي أيضا أن تحاسبك أصدقائها إذن أنا أتفق طبعا وأوافق سؤالك ولكن حينما تم توصل إلي الاتفاق في صيف 2015 إدارة أوباما اعتقدت ما قاله لهم سيد روحاني وسيد ضريف بأن لديهم تفاهما جديدا مع إيران وبأن هذه خطوة إلى الأمام في العلاقات الثنائية وإذا تذكرتم فإن الوزير كيري دعا الشركات الأمريكية للتعامل مع إيران إذن كانت هذه سياسة أمريكية وهم فعلوا ذلك نعم وقعوا على اتفاقيات بوينغ وغيرها ولكن ما حدث منذ ذلك الحين بأن إيران أظهرت طبعا وجها آخر هم لم طبعا يأخذوا في عين الاعتبار مصالح الدول الغربية حاولوا زعزال الاستقرار في سوريا والعراق واليمن ولبنان وخلقوا وحشا في 150 ألفا من القوات من الميليشيات وحزب الله ومكاتبهم في بيروت والعديد من الميليشيات الشيعية وهم يمولونها ولدهم مواقع التواصل الاجتماعي لزعزال الاستقرار في العالم العربي السني وأيضا المصالح الأمريكية والمصالح الفرنسية إذن ينبغي أن يكون هناك كما قلت حديث وحوار معمق عما يفعله النظام الإيراني وإذا إلا استمعتم ما كان يقوله المتظاهرون في إيران قالوا توقفوا عن انفاق الأموال على القضايا العربية في سوريا وانفقوها على القضايا الفارسية في إيران وهم لم يفعلوا ذلك أعتقد بأن الفرنسيين والأمريكيين سيتفقون على ما مبدأ ولكن ينبغي أن يكون هناك حوار استراتيجي ينبنى سيد ميشيل يعني ترامب يقول أنه ربما يخرج من هذا الاتفاق النووي إذا ما خرج ترامب ولم تكن هناك أي صيغة معينة مع شركاء الأوروبيين تقول أيضا إيران أنها ستخرج من الاتفاق إذا خرجت الولايات المتحدة الأمريكية ألا يضع هذا المصالح الأوروبية في مهب الريح برأيك؟ نعم بالطبع هذا سيضع المصالح الأوروبية في مهب الريح لأننا بذلك سنعود إلى المربع الأول هنا أذكر ما قلته سابقا من أن وزير الخارجية الروسي نفسه قال أن خروج أمريكا خرج واشنطن من هذا الاتفاق سيعني موت هذا الاتفاق ولا يمكن أن ننتظر لحظة واحدة أن الإيرانيين سيبقون داخل هذا الاتفاق علما أن كل ما فعلوه كان للتقارب مع واشنطن ولكي ترفع الرقوبات المفروضة خصوصا على قطاع الطاقة في إيران إذن بالطبع إذا حصل ذلك ستكون المصالح الأوروبية ستتضرر وستتضرر أيضا المصالح الإيرانية ومصالح الدول الجوار ومصالح الأمريكي وذلك ولكن برأيي ليس هذا هو المهم المهم هو أن المنطقة منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ككل ستدخل في فضاء مجهول ما الذي سيحصل بمخص الملف النووي الإيراني هل ستعمد إيران إلى أعادة التخصيب بنسبة كبيرة للوصول إلى السلاح النووي وما سيكون عليه رد الفعل الأمريكي والأوروبي والعربي والإسرائيلي وغير ذلك ثم هل يعني خروج إيران من الملف من الاتفاق النووي وأن سياستها الأقليمية ستكون أكثر اعتدالا أعتقد أن العكس تماما سيكون بل أنها ستضاع جهودها لإنتاج صواريخ باليستية تكون أبعد مدى وبالتالي نكون قد دخلنا فعلا في مرحلة بالغة الخطورة ويتعين بنظري المتواضع على الإدارة الأمريكية أن تتعاون جدا وهنا أشاطر الرأي ضيفنا من أمريكا أن تتعاون ليس فقط مع أوروبا ولكن أيضا مع روسيا ومع الصين التي كانت أطراف فاعلة في التواصل الاتفاق النووي ربما نقول أن ليس هناك في العالم أي اتفاق مثالي كامل كل الاتفاقات فيها عيوب ونواقس ولكن هذا الاتفاق كان أفضل الممكن وإذا تخلينا عن هذا الاتفاق فنحن نريد أن نسأل ما هو البديل ولا أحد اليوم يستطيع أن يقول لنا ما سيكون هذا البديل البديل بحسب ترامب هو أنه يجب تحسين هذا الاتفاق هذا الاتفاق الذي ربما فيه عوار قمت به الإدارة الأمريكية السابقة خصوصا في المدة الزمنية وأنه لا يشمل قضية الصواريخ الباليستية ما إمكانية أن يتجاوز الأوروبيون والأمريكيون هذه المعضلة برأيك سيد ميشيل نعم أعيد وأؤكد أن المسؤولين الإيرانيين أكان روحاني أو ظريف أو خمئني أو غير ذلك جميعكم قالوا أن هذا الاتفاق ليس موضع تفاوض مقبل هذا الاتفاق يؤخذ كما هو أو يرمى كما هو وإذا كان هذا الموقف الإيراني وإذا كان الموقف الأمريكي إذا لم يعدل هذا الاتفاق فنحن سنخرج منه أعتقد أننا ذاهبون إلى نزاع الطرف الأوروبي يستطيع أن يلعب مع الروس بالطبع يستطيع أن يلعب دور المصلح يعني دور أن يقف بين الموقفين أن يحاول إيجاد مخارج ولكن إيجاد المخارج يفترض أن يكون لطرفين نية حقيقية بالتوصل إلى تسوية معينة ما هي هذه التسوية المعينة؟ بالنسبة للأوروبيين هذه التسوية هي نترك الاتفاق النووي كما هو في الوقت الحاضر ونركز على الملفين الذين ذكرناهما الصاروخ الباليستي وسياسة إيران الأقليمية وبالطبع نأخذ بعين الاعتبار وضع حقوق الإنسان واحترام الحريات وغير ذلك من إيران ونحاول من خلال عقوبات إضافية ليس بصدد الملف النووي وإنما بسبب هذه الملفات التي ذكرناها وأذكر هنا أن الرئيس الفرنسي شخصيا قال أنه لا يمانع الاتحاد الأوروبي أيضا ولكن أنت تعلم أن الاتحاد الأوروبي مشكل من 28 دولة ليس هناك رأي واحد وبالتالي هذا يتطلب الكثير من المناقشات والتسويات للوصول بلورة موقف للخروج من هذه الأزمة التي تظهر أمامنا شيئا فشيئا أشكرك جزيلا شكر أستاذ ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط حدثتنا من باريس وأشكر أيضا الدبلوماسي الأمريكي السابق لينكلين بلونفيلد حدثتنا من واشنطن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر